وقفنا عند حديث معاذ بن جبل من الباب الأول عند قول معاذ رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم قال حقه الله العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وفي قول معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم قلنا فائدة وهي رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي لا تعلمها يعني لا يجوز للإنسان إنه يفت في الدين أو يجادل في الدين أو يناقش أي مسألة في الدين وهو ليس عنده علم بهذه المسألة حرام تناقش فيها والله الكلام ده مهم جدا يا معنى شوف أي اتنين بتناقروا في حاجة في الدين أنت ما عندك فيه علم أم شوض بعيد مجرد ما فتحت خشمك أنت ارتكبت محرم ابن القيم قال المحرم ده أكبر من الشرك بالله الأكبر ذاته هذا كلام خطير أيما فأزول ما يتكلم ولذلك قال الذهبي روي عن ابن خلدة أحد السلف أنه قال إذا سألك رجل عن مسألة في الدين فلا تفكر كيف تخرجه من مشكلته وإنما فكر كيف تخرج نفسك مما أوقعك فيه سؤالك قال لك افتيني ده أورتك لكي تخرج من الورطة دي بواحد من اثنين إما يكون عندك علم في السؤال السألك تجاو الحاجة التانية إما تقول الله أعلم غير الاثنين ده اللي أزول ده أورتك طوالي لأن بعض الناس بيحب العاطفة وغلبت الجهل على مخه زول يسألوا حاجة في الدين ويقول لها مرة تسوتوا فعلتوا وأنا قلت لها علي الطلاق لو مشيت بيت فلان وطلقانا وهي مشت وما أعرف ليك فهو دائرة تجعلها مرته أو ما دائرة التطلق ما يفتبى النصوص بالكتاب والسنة يفتبى العاطفة يقول لك يا خشم ما أخرب بيته الله أخرب بيتك أنت لأنه كتب تخرب الإسلام صح أو لا ما صح قال إياك أن تفكر أن تخرجه مما هو فيه ولكن فكر أن تخرج نفسك مما أوقعك فيه زول دورتك لا أبو التخارج نفسك إما يكون عندك علم تورز إذا عندك علم ما يستكتم العلم ما يجس ربنا بلعنك إذا ما عندك علم ما يستكلم على الله بغير علم ربنا قال ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنهم السؤولة محمد عمد حسن بيجيوه بالتلفزيون ده جابوا هنا في جامعة والوالدين ده ده جايدا صودا بيجيوه ناس زباله كل مرة لا سئل الله من رحم الله فجابوا ده فقام سألوه هنا في جامعة قال لي يا خي مصافحة الرجال للنسوان كيف قال إذا أنت دخلت عليها ما تصافحة لكن إذا جاءت داخل عليك ما تحريجه قال يعني جنوه ترضي للكرة الأرضية كلها المجوس والمسلمين والصوفية والنصارى واليهود كلهم برضيهم عمك ده لأنه حلل المصافحة وحرم المصافحة في نفس اللحظة ودي ما حصلت أبدا في دين الله عز وجل تزول مجرم ساكت وتزول جاهل بالدين والله الذي لا إلى غيره ما عنده أي علاقة بل علم الديني أصلا ما عنده أي علاقة لكن زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا موضوع ده صعب ابن تيمية كان سنتكلم في الآية الوحدة يشرحها للمسلمين كان بيراجع فيها مية تفسير مية تفسير بعد ما يراجع المية تفسير في الآية يحفظه في راسه يتضرع إلى الله ويبكي لله أن يفتح الله عليه من فهم الآية حتى بعد ذلك يتكلم هس الليلة مع كسرة التواصل بالواتساب والسجام الرماد والفيسبوك أخواننا وحدين بيفتوا ساكن وحدين مج بيفتوا يجيوا فتوة زي المصلاية طويلة غال ابن عسيمين طوال ينشره طوال يشيله من هنا يلصيه بالمجموعة الثانية وابن عسيم ما قال كلام ده ما قال زي كان يا معي ده لطح الفادة نشريه في المجموعات بتاعت بعض إخواننا ذاته إنه الحديث ما في حديث بتاعه الناهي عن تغليم الأظافر وده حديث ضعيف ده في صحيح مسلم ده في صحيح مسلم انت شاء عملت رصيد بعشر جنيه عمل فيه عندك علم حديث ده في صحيح مسلم ضعيف بتاع شونه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أصفاره ولا شعره شيء صحيح مسلم وفي السنن فدي مشكلة زولي اللي قال له بس فتوى كلام جميل يعجبوا في هذا الصباح الباكر والزهرة ينشر عليك طوالي غال الزهبي ما غال الزهبي غاله جمر فرفور لا الزهبي لا عجب طيب فالناس ما تساعد في نشر الفتاوى الباطلة ولا تفتي في دين الله بالباطل والكلام ده ما لا أهل البدع كلام ده ليك أنت أهل السنة ذاتك أوعك تحشر نقرتك في معلومة أنت ما عارفة في الإسلام يا جميع وفي بعض الشباب الواحد بيقرأ كلام ما بفهم ويجي غالد بالناس ودي ذاتها مصيبة لابد تقراه ما فهمته تسأل علاس تسأل العلماء تتصل بهم تسألهم تعرف الحاصل علاس بعد ذلك تتكلم ما ساكت جمع الكلام والله كلام ده من أخطر الكلام إنه زولي يتجرى على الفتوى ويتجرى على دين الله تبارك وتعالى طيب قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وتكلمنا عنها وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ونطق الصحيح أن لا يعذب من لا يشرك للضم لأنه دفع لمضارع باقي على أصله على أصله من لا يشرك به شيئا لأنه كثير من الناس يقرروا الحديثة حتى الدعاة أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يسكنه من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال العلماء البشارة هي الإخبار بما يسر ده أصل معنى البشارة الإخبار بما يسر ولكن وهذا لقول الله تعالى فبشرناها بغلام عليم فهو الإخبار بما يسر ولكن تستخدم البشارة أحيانا في الإخبار بما يضر وما يسوء الدليل شون في زول يعرف أيها نعم قال تعالى فبشره بعذاب أليم للإخبار بما يضر ربنا سمى بشارة برضو والحديث المروي إذا مررت بقبلي كافر فبشره بالنار والله أعلم بصحته قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قالوا فيها من الفوائد استحباب البشارة وحسن خلق الصحابة أنهم كانوا يبشرون بعضهم بعضا بالأمور السارة وحد يحب يدخل السرور على أخوانه وشكد يبشرهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلبي مسلم ده أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ولكن هذه البشارة لم تكن في هذا الحديث إلا عن علم لأن أول شيء معاذ بن جبل قال قلت الله ورسوله أعلم بعد ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم علموا المعلومة بعد ذاك داري شيء لا يمشي شنها جماعة يبشر ومن فوائد أفلا أبشر الناس مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية شبه الرسول عليه الصلاة والسلام علم معاذ بن جبل الآن قال له حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا معاذ بن جبل قال له أفلا أبشر الناس أمشي طوال يعلمهم الكلام دا يبقى الصحابة أي معلومة كان بدأ علموها طوال شنها جماعة بيعلموها ما زي ذاك يقول لك لا تقعد وإذا ما زكك عالم وجاتك ورقة من السعودية ما تستغل دعوة بالتوحيد دا جاهل ساكت ما يعلم الدين أصلا معاذ بن جبل الرسول قال له حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا قال أفلا أبشر الناس شبه الكلام دا سريع كيف طوال ما شبه النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا في رواية أخرى رواها البزار بإسناد حسن حسن الإسناد الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي في حاشية المستفيد على مواضع من كتاب التوحيد على مواضع من فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ودي من أعظم الحواشة على فتح المجيد المهم جاب الرواية قال رواها البزار بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أزن لمعازم التبشير في البداية قال لا مش بشرهم قال فلقيه عمر بن الخطاب قال لي ما شوين فقال لي ما شوين أبشر الناس إن كذا وإن كذا بهذا الحديث فقال لا فأخذ عمر بمعاز بن جبل من يده وذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنت أعلم الناس وأصوب رأيها ولكني أخشى إن بشرهم دع عمر بن الخطاب أخشى إن بشرهم معاذ أن يتكلوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا لاتمامين قال الشيخ القرعاوي رحمه الله وهذه من موافقات عمر بن الخطاب للوحي الذي ينزل من السماء طيب قال لا تبشرهم لا هنا ناهية أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ والأصل في الناهي شنو يا جماعة؟ الأصل في الناهي شنو؟ جاوب يا جماعة الأصل في الناهي شنو؟ أه؟ تحريم ولا الكراهة؟ أه؟ فيه زول بقول الكراهة؟ الكراهة؟ الأصل في الناهي عند الأصوليين عموما هو التحريم طيب الناهي الذي هنا ديل بيعرف عنده جائزة كبيرة جدا أديه له الآن قال لا تبشرهم ده نهي لا هنا ناهية وليست نافية فهنا نهي فالناهي هنا حكمه التحريم أم الكراهة مع ذكر الدليل مش ساكت لو ما جبت الدليل ما عندك جائزة؟ لأنه دي جائزة كبيرة جدا دي جائزة كبيرة جدا جدا أه؟ أيواء أخونا هنا لو ما ذكر الدليل ما عندك جائزة؟ قال الكراهة الله أكبر لأنه معاعد الناهي هنا للكراهة وليس للتحريم لا تبشرهم ما للتحريم هنا للكراهة ليه؟ لأنه في قرينة صرفت الناهي دليل قرينة صرفت الناهي من التحريم إلى الكراهة وهي شنو؟ قال فأخبر بها معاز عند موتي تأثما يعني خروج من الاسم فكون معاز بن جبل أخبر بيها؟ الرسول قال لا ما تكلمه كون مش أكلم معناة معاز بن عبل عارف إنه النهي القبيل قال لي لا تبشرهم ما كان للتحريم معاز ما يمشي يرتكب ليه محرم في هذه الحالة عرفت هذه الحالة؟ فأشكد ابن حجر قال والناهي هنا للكراهة وهذا الذي فهمه معاز لأنه بلغها عند موته فلو كان حرام يبلغ أصلا ما كان بيمشي يتكلم بيها لا يعني موته لا قبل موته صح لا ما صح لو كان الرسول قال لي هاي ما توري زول وحرام توري زول ما كان بيوري زول كان سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن العلماء قالوا حتى أنه هنا معاز بن جبل فهم منه ده بعض العلماء قالوا فهم منه إنه ما يكلم الناس لو بشرهم قال لهم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعزب من لا يشرك به شيئا لو كلمهم كده يتكلوا يعني يتركوا العمل الصالح فقال معاز بن جبل ما كان يوريها للناس التي يظن أنه إيمانهم ضعيف لكن ممكن يوريها للناس الإيمان ما شنوه قوي عرفت كلامي طيب قال حق الله على العباد أن يعبدوه نرجع تاني لأنه في فائدة مهمة جدا نسينها أن يعبدوه لا لا ما كده يماعة الزول لما نسلم لما نسلم جديد بيكون محتاج إلى علم ليقوى إيمانه شكرا قال خرجنا إلى حنين ونحن حدثا وعهد بكفر فالزول لما نسلم جديد زي ما قال الشيخ محمد عبدالوهاب بيكون محتاج إلى زيادة علم وزيادة معلومات وزيادة فقه حتى يرسخ في إيمانه وفي علمه فالناس درجات الناس كلهم درجات حتى الصحابة درجات منهم العشر المبشرين بي الجنة دي الأعلى الدرجات وفي العشر المبشرين بالجنة في الخلفة الأربعة دي الأعلى الدرجات من العشرة باقي العشرة وفي الأربعة الخلفة في شنو أو بكر الصديق ده أعلى واحد إيمان في شنو في الأربعة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو وضع إيمان أبكر في كفة وإيمان عمر في كفة لرجح شنو لو وضح عفوا إيمان أبكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجح بها إيمان أبكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضع أدي أخونا ده الجائزة ده أكبر جائزة طيب قال حق الله على العباد أن يعبدوه قال بعض العلماء دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يعبدوه جميعا وعلى العبادات يعني مش مجرد التوحيد المعروف فقط لكم إنما جميعا وعشنا جمعا العبادات فدي كلها من حق ربنا عليه لكن أولاها وأعلاها اللي هو شنو التوحيد قال لا تبشرهم فيتكلوا ويتكلوا عن يتركوا العمل نقيف عند هذا الحد ونواصل في شنو الذي ذكرنا المرفاتة الفايدة فيها قلنا الفايدة في أن يعبدوه وأنه دخل جميع أنواع العبادات من الصلاة والتوحيد والصلاة والصيام وغيره طيب ده سؤال قال واحد اسمه عبد الرزاق قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة صحيفة أول النهار صحيف مصورة الصحيفة ذات الأصل هنا عندي لنا الصحيفة في البيت هذا هو المجرم وزول فاشل ومبتدع وضال وكلامه ذا كفري بالله سبحانه وتعالى والحركة الإسلامية أفشل حزب نحن نعرفه على وجه الأرض أفشل حزب إسلامي إن صح المسمى على وجه الأرض هم الأخوان المسلمين تقل حركة الإسلامية بس لقوا كلمة أخوان مسلمين بقى الشينا والشينا منكورة فقام سموها اتجاه إسلامي اتكشفت اللعبة سموها الوفاق الإسلامي كان دخل معهم صار الصنة برضو غشون بجاية بجاية قرشين دخل معهم اتكشفت اللعبة سموه الجبهة الغومية الإسلامية كشفت اللعبة في النهاية سموها الحركة الإسلامية واللعبة تكشفت وأفشل حركة ويكفي أنها حركة ليس فيها بركة يكفي أنها حركة حركة ساكن بتعن حركات كلهم كلهم بتعن حركات كلهم بتعن حركات ولا نصصني واحدة منهم الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين والأخوان المسلمين ينتموا لحسن البنة وحسن البنة صوفي قال الرسول بيجيهم في مصر هنا الإسماعيلية دول بليد مبتدع ضال وبعده طوال تلمزه سيتقط أبلد من شيخه وده سب الصحابة وسب الرسل سب نبي الله موسى وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أفشى الحركة الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية زعلان تعال ناظرني ننت راجل تعال ناظرني والله يديك وسائغ مستندات إن شاء الله لما تقع في الواطن وسائغ خطيرة جدا جدا بعدين أحد قيادات الحركة الإسلامية زي ما سموهم إسلامية الأب فيليوساوس فرق كاهن كنيسة الشهيدين قال أنا من المؤسسين للحركة الإسلامية هو كافر أنا ما أعرف عدة إسلامة البدعوة للأخوان المسلمين والوسيغة زادت عندي بتاعة فيليوساوس فرق قال حتى بيسموه بيسموه الشيخ القسيس قال والله دي زادت لمت كيف إلا عند الأخوان المسلمين عشان كده بيسيبوا الصحابة يقول لك الصحابة فشلوا نحن نجحنا فيما فشل في الصحابة ليه؟ لأنه شيخهم المجرم الضال المبتدع الرويوضة السفيه التافي سيتقض أول من سب الرسل والصحابة وده الزكوه اللي يزكوه اللي لا أنصار السنة نسأل الهواري يزكوه سيدغوطه بيعتزر ليه وناس مين ومين يزكوه يعتزر ليه ده مجرم والعلم اختلف والو كافر ولا ما كافر وأنا أيضاً لا أنكر على من كفره المجرم أنكر العرش أنكر الميزان سب الأنبياء سب الرسل شفت كيف؟ سب الصحابة مدح الخوارج يعتقد عقيدة الحلول والاتحاد خلاس؟ المجرم جرام ما عادي جمع في منهجه بين اليهودية والنصرانية والإلحاد والشيوعية حتى قال إن الإسلام مزيد من اليهودية والنصرانية والشيوعية قال ده دين الإسلام ده سيقط في كتابه معركة الإسلام والرأس مالية عنده قاعد في البيت وخوافين كلهم كلهم خوافين دكتور بروف سجام رمات كلهم خوافين واحد كده راجل يقدر يناظر ما فيه لكن بيجي يقول لك اوه شيخ ما ده واحد ايجي يطعنك بورا غدارين فيهم أغلب صفات النفاق الأخوان المسلمين شفت غشك شيخ ممكن يلبت جواك يكون قاعد عشرين سنة ويربي دقين ويقطع الجلاليب والبناطلين ويعمل ليه عزبة عشرين سنة تلقى أخو مسلم قاعد لابت جوا عمد حسان ده لابت له كم سنة مش هادوب ربنا يعني هادوب تكشف للناس محمد عسين يعقوب مش هادوب تكشف للناس أبو صحاق الحوين مش هادوب تكشف للناس ولسه ناس الرضواني ومين ومين لسه هتشوف الكلام ده بعينك إن شاء الله تعالى في محاضرة بعد صلاة العصر في الفتحاب مربع اتناشر في منزل أخونا عجيب عبد الدافع أبو همام في السطوع فوق كبير بالساونات وكذا وكذا في الرد على الدجال محمد مصبو عبدالقادر الذي سب الصحابة في الجمعة الماضية مرة أخرى وقال الصحابة عندهم هوا عديل كده والصحابة اغتتل بالسلطة تاني قال وجاب شبهات جديدة ليلبس بها على الناس فاحتجنا واضطررنا أن نرد عليه لأن ربنا بيسألنا من الكلام ده يا جماعة ولو ما كان ما شفتت الشبهات جديدة ما كان شنو اضطرنا إننا نرد عليه أما كلامنا فينا كفار وما عارفوا شنو ربنا بيحاسوا فيه لا وزوا البيط بيسب الصحابة ما يسبنا نحن فكلام ما عننا بعدين أصلا كلام عن الشبهات الجديدة جابة جبنا الكتب والمراجع الشيخ أوبكر أعداب نناقش إن شاء الله تعالى في بيت أخونا عجيب المحاطرة بعد صلاة العصر مباشرة اشتركوا في القناة